بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الدرس التالت في كورس السي اس اس. وهنتكلم فيه عن التعريف بالعناصر. وازاي نعرفها بكلاس او باي دي. عشان نفرق بين كل عنصر. وازاي لغة سي اس اس تنصك كل عنصر واتميزه عن العنصر التاني. اتكلمنا في الدروس اللي فاتت عن البنية الخاصة بالكود واخدنا مقدمة عن اللغة. وعرفنا مسلا ازاي ننصك باراجراف. او اي عنصر من عناصر الاتش تي اميل. ده باراجراف عادي. ونيجي في في السي اس اس عشان ننصكه. ونديله الخواص والفاليو بتاعتها زي ما اتفقنا. بالشكل ده. ونشوف الباراجراف تنصك زي ما انا شايفين. السؤال هنا لو انا عندي اكتر من باراجراف. مسلا هكتب زي سي سي سكن باراجراف. فطبعا كلمة بي بتعبر عن الباراجراف وبتنصك لي اي باراجراف في الصفحة. في السي اس اس هنا انا قلت له بي. اللي هو الاليمنت الخاص بالاتش تي اميل باراجراف هيعملي الكلار بتاعه رد. اللون اللي قدامنا ده اللي هو اللون الاحمر. طيب انا دلوقتي عندي اكتر من باراجراف وعايز اميزهم. عشان اميز حاجة عنصر عن التاني بعرفه بحاجة اسمها كلاس او اي دي. ازاي الكلام ده بالشكل ده. بي كلاس بيساوي واسم الكلاس اللي انا عايزه. وبرده تحت بي كلاس بيساوي الاسم العنصر الاسم الكلاس الخاص بالعنصر. هنفترض ان الكلاس الاول هسميه وان. والتاني هسميه لو انا هنا سبت السي اس اس زي ما هو كده بي. ودست ريلود زي ما انا شايفين. ما فيش اي حاجة هتختلف التنصيق هيفضل هو هو. لاني هنا قلت له البي بابليج. جمعت اي بي في الصفحة اي باراجراف في الصفحة هياخد التنصيق ده. بالشكل ده. اي باراجراف في الصفحة عندي واخد الكلار دوت. طيب. نيجي نستخدم الاي دي. والاي دي والكلاس. مسلا. بدل ما اكتب بقى بي فقط لا اكتب الكلاس دوت. اللي هو دوت وان. فهجرب اكتب دوت وان. وهقول له الكلار. لون مسلا ازرع. بالشكل ده. واعمل الريلود. شايفين? الباراجراف الاول بقى ازرع. هاجي هنا عشان اشوف في الدي باج. اللون الازرع للكلاس اللي اسمه وان. البراجراف الاصلي اللي هو الكلار بتاعه احمر. اللي هو بيمشي على جميع البراجرافات مشتوب عليه. لان الكلاس ليه الاولوية. وبعدين الكلاس كده هيعرفني انا هعمل ايه بالزبط في العنصر. طيب نروح للعنصر التاني اللي هو وندي له لون مختلف. مسلا زي اللون الاخضر بالشكل ده. واعمل ريلود. هنلاقي الباراجراف التاني بقى اخضر زي ما انتم شايفين. والباراجراف الاصلي اللي هو بيمشي على كل حاجة. معمول ليه احمر ومشتوب عليه. طيب. فيه نقطة لازم نتعلمها ونفهمها. وهي المين الاقوى في css. ملف الستايل قدامي. ملف الستايل قدامي اللي بتعامل مع الكلاسات ده. كل كل حاجة فيه مترتبة ومنظمة. الخواص المشتركة بين الخواص المشتركة بين اي كلاس والتاني. نقدر ان احنا نجمعهم في كلاس واحد. مسلا. لو انا جيت في في الباراجراف ده وعملت مسلا فونت ويت بولد. اللي هو ان انا اخلي الخط عريض. مسلا وامل ريلود. ايه اللي حصل هنا? الباراجرافين كلهم خدوا الفونت ويت دوت. اللي هو الخط يكون عريض. لكن الكلاس ما تأثرش عليه. بس الموجود في الكلاس اللي هو الخاص بالباراجراف هو ليه الاولوية والقوة. لكن اللي هو في الباراجراف نفسه في العنصر البي مشتوب عليه. يعني معنى كده ان الكلاس دوت الكالر اللي فيه او الخاصية اللي فيه لو متكررة في الباراجراف العام هنا او في العنصر عموما مش هتشتغل اللي في العنصر. دي ليها الاولوية. اللي هي اللي فيه الكلاس نفسه. طيب لو انا نقلت العناصر دي فوق خالص. بالشكل ده. وعملت الريلود. كل شيء هيفضل زي ما هو. ده معناه ان الكلاس اقوى من العنصر البابليك. يعني لما اقول له بي باراجراف جميع الباراجرافات اللي في الصفحة تاخد تنسيق. وفيه باراجراف منهم يبقى الكلاس اقوى. الخاصية اللي في الكلاس اقوى من الخاصية اللي هي البابليك. اللي في جميع الخاص. طيب نرجع زي ما كنا ونعمل حركة تانية نجرب فيها. لما اجي انا هعمل كلاس وان ده تاني هكرره. نفس الكلاس ده هكرره تاني. وهكتب فيه مسلا فوند سايز عشرين بيكسل. حجم الخط عشرين بيكسل. وهعمل الريلود. اللي حصل قدامنا ان الباراجراف الاولاني. خد الخواص عشرين بيكسل زي ما انتم شايفين. والتاني واخد نفس الكلاس برضو. انا كاتبه تحت لوحده واخد اللون الازرق. انا اقدر اكتب الكلاس ده اكتر من مرة. في النهاية المتصفح بيشوفهم كلهم خاصية واحدة. مدام الخواص مختلفة. هنا كالر هنا فوند سايز. اللي اتنين هيتجمعه في ستايل واحد يعني بالزبط كأنهم بالشكل ده. بالزبط كأنهم كده. طيب انا ليه عملت الكلاس ده لوحده وايه الهدف من اللي انا عايز اعمله ده. الهدف منه هو ان انا اعرفكو مين اقوى في الستايل. دايما الكلاس اللي تحت في الستايل هو الاقوى من اللي فوق. يعني لو عملت تاني دوت واند تحت وكتبت فوند سايز مسلا تلاتين بيكسل هياخد التلاتين مش هياخد العشرين. ليه هياخد التلاتين? التلاتين اقوى. نيجي هنا في الديباج نشوف كتب لي فوند سايز تلاتين مين دوت سايز سبعتاشر في السطر السبعتاشر. لكن اللي قبلها دي في السطر الاتناشر. فهو بياخد اللي في السطر الاخير اللي هي تحت خالص. بياخد اقوى واحدة. طيب. ازاي نتأكد من الكلام ده? عشان اتأكد من الكلام ده هاخد الفوند سايز اللي هي التلاتين دي احطها قبل العشرين. بحيس العشرين تبقى اخر واحدة. واعمل زي ما انتم شايفين خد العشرين. عشان العشرين هي اخر واحدة. الخلاصة من الموضوع ده ان دايما اللي ستايل اللي تحت هو لي الاولوية وركوة. يعني لو انا عندي في الصفحة الاتش تي اميل. هنا عندي ستايل اسمه مين? وعندي ستايل تاني تحتيه اسمه ستايل. اي خاصية في ستايل متكررة في مين? الخاصية اللي في الستايل هي اللي هتبان في المتصفح. ايه الفايد ده من الموضوع ده? الناس كتير بتستعمل فريمورج وملفات مكتبات بتوفر عليها الشهر. المكتبات دي وليكن مكتبة زي البوتستراب. بتستعملها انت هنا في المكان ده. في خاصية في البوتستراب دي انت عايز تعدلها. مش عايزها زي ما هي في البوتستراب بالزبط. فبتحط الخاصية دي في الستايل بتاعك انت وتديها خواص مختلفة. فبتعمل اوفررايد على الخاصية اللي في البوتستراب. بتبقى اقوى منها. فبتزهل في الصفحة التعديل بتاعك انت. مش التعديل بتاع البوتستراب. طيب تعالوا نشوفي الكلام ده عمل ايه? انا هعمل هنا تاني ملف ستايل. ملف اسمه style.css. مثلا. زي اللي انا مستدعيدة. وهنا عندي ملف main.css. هلغي منه الكلام ده كله? عندي main.css style.css. لحجوا معي. طيب. هاجي هنا هحط class الone. وهقول له font size 30 بيكسل. والcolor red. مثلا. وهاخد نفس الكلام ده في ملف الستايل. وهخلي الخط 40. والcolor blue. طيب. في ملف الستايل الخط 40 بيكسل. مين هنا الاخير الستايل. معنى كده من الستايل الكلاس اللي فيه اقوى من الكلاس التاني. لما عامل هنلاقيه خد منين? خد من style.css. واللي في main.css اتلغى. عليه علامة مشتوب. مش هيستعمله المتصفح. هيستعمل الملف بتاعك انت. اللي هو مستدعي بعدين. طيب. مين اقوى من الستايل نفسه? اللي اقوى من الستايل نفسه هو وسم الستايل اللي بتحط جوه الصفحة اللي هو بيسموه internal style. طب لو كتبت هنا dot one بالشكل ده. وكتبت font size 60 بيكسل. وعملت reload. حصل ايه? لغالي لغالي اللي اتنين طبعا اللي في ملف المين? وملف آآ ملف الستايل نفسه. الفونت سايز اللي فيه لغاء. واستعمل لي الفونت اللي هي جوه الانديكس. اللي هو في الهد. اللي هو الستايل. اللي بيسموه in line style شرحناه في الدروس اللي فاتت. معنا كده ان ال in line معنا كده سوري. اللي هو internal style دوت اللي جوه style. اقوى من ملف CSS. يعني ملف CSS نفسه هو اقل حاجة في الكوة. ملف CSS عموما. واللي اقوى منه على طول. ال internal style ده. اللي اقوى منهم واقوى منهم هو ال in line style اللي بيكتب جوه العنصر نفسه. بالشكل ده. بي ساوي فونت سايز مية بيكسل. مسلا. عامل شايفين الخط بقى مية بيكسل. ملف ال in line اللي هو ال in line style اللي بيكتب جوه العنصر نفسه بالشكل ده. اقوى من ال internal style اللي بتحط جوه واسم style. واقوى من ال style نفسه. اللي هو ال style dot css. درس النهاردة بيتكلم عن كوة كل ملف. ومين فيهم اقوى من التاني. ومين فيهم اللي بيعمل على العناصر التانية زي ما انوا شايفين. والناس اللي بتدرس الجي كويري. ودرسوا الخواص بتاعتها هيلاقوا ان الجي كويري دايما بتحط ال style بتاعها in line style. بالشكل اللي عمله ده. علشان يعمل على اي تنسيق عندك. ما ينفعش ان هي تحط ال style جوه لملف css مسلا او في ال head. لان هيكون في حاجة اقوى منه. فعملنا في ال in line style عشان تبقى اقوى حاجة عندنا. النهاردة ان شاء الله عرفنا ازاي يميز عنصر بclass او id نفس الموضوع. ال class بيتكتب بالشكل ده. بclass بيساوي one. ده في ال html. في css بكتب dot one ده الكلاس. ال id بتكتب b id بيساوي two. بالشكل ده. ال id في css بيتكتب بالشباك علامة الشباك دي. شباك two. واحط في التنسيقات اللي انا عايزها. وليكن font size خمسين بيكسل مسلا. وعمل ريلود. هنلاقي ان ال bid two دوت خد font size خمسين بيكسل زي ما انتم شايفين. درس النهاردة كان بيتكلم على ال class وال id. وازاي اعرف العنصر بهم. ومين اقوى في العناصر في css في ال styling. ال in line style ولا ملف css نفسه ولا ال internal style. هو ده المطلوب تعرفوه. عشان لما تبدأوا تشتغلوا في التقنية. كاملة تعرفوا كل style احطوا فين عشان يعدل على التاني. واحطوا فين عشان يلغي التاني. واستدعمين الاول واستدعمين الاخر. هتمنى ان شاء الله انه يكون الدرس بسيط وسهل. قبل ما ندخل في الشغل الجامد بازن الله. وشكرا.